وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني في أول زيارة له لجمهورية مصر العربية منذ تولي منصبه وتولي الحكومة الإيطالية الجديدة مقاليد السلطة اللقاء الذي جمع بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية في شرب الشيخ على هامش اجتماعات قبل 27 ثم زيارتي لروما واستقبالي من قبل الوزير والمحاسات التي أجريناها والآن زيارة معالي الوزير إلى القاهرة كلها تؤشر إلى الرغبة وإرادة سياسية لدي البلدين لمرحلة جديدة من العلاقات والرغبة في العمل على تدعيم هذه العلاقات على أرضية العلاقات الرسخة الطويلة القائمة بين البلدين وعلى مستوى الشعبين وانتمائهما إلى المتوسط فكل ذلك والانتزاج الذي كان دائما قائم فيما بين الشعبين المصري والإيطالي تشرف معالي الوزير صباح اليوم باللقاء فخامة الرئيس تم خلال هذا اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية أيضا مجالات التعاون والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك أيضا عقدت مع معالي الوزير جولة مبحثات مطولة منفاردة وبحضور وفد البلدين تناولت بأسهاب وعمق مجملة العلاقات الثنائية والرغبة لاستكشاف صباح تدعيم هذه العلاقات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أيضا تناولنا قضايا الإقليمية ذات الاهتمام قضية الفلسطينية الأوضاع في ليبيا الشرق المتوسط وكيفية الاستفادة المشتركة من البوارد القائمة مصر كمركز للشرق المتوسط في مجال الطاقة وفي مجال الغاز وأيضا تناولنا الرغبة في مزيد من التنسيق والتشاور وكان هناك توافق في مجالات كثيرة ورؤية مشتركة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة ومن ضمنها مقاومة الإرهاب والخضاء عليه وأيضا قضية الهجرة غير الشرعية نحن نتطلع إلى مزيد من العمل الثنائي مع إيطاليا نقدر بأن إيطاليا هي الشريك الأول ضمن دول الاتحاد الأوروبي في المجال التجاري والاقتصادي مع مصر وأننا نجد في التعاون مع إيطاليا فرصة لدعم جهود مصر التنموية واستمرارها على خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي الدرورية للإطلاع بدور مصر في المنطقة وفي إطار علاقتها مع شركائها الدوليين وخاصة شركائها في المتوسط وعلى رأسهم إيطاليا برحب بمعالي الوزير وتمنى له كل التوفيق في مهمه أن تكون الصلاة واللقاءات متعددة فيما بين البلدين خلال المرحلة القادمة نحن نحتفل هذا العام بمائة عام عن أول تعيين لسفير مصري في إيطاليا وهي طبعا مناسبة نأمل أن نستفيد منها على مستوى الرأي العام في البلدين للتعريف بمدى فوائد التي عمت على الشعبين من خلال هذه العلاقة الطويلة العميخة والتي أتت بثمار طيبة وكبيرة أسهمت في مصار ومسيرة الشعبين شكرا جزيلا وأعطيك الكلمة أشكر الرئيس عبد الفتح السيسي والوزير سامح شكري للقاءات التي وقدت اليوم وهي بالفعل تعزز العلاقات التاريخية القديمة بين مصر وإيطاليا علينا أن نعمل معا من أجل مواجهة التحديات الكبيرة الراهنة وخاصة في منطقة البحر المتوسط وبدأ بظاهرة الهجرة إلى إيطاليا ولابد من أن نجد حلا للقضية الليبية وهناك حتى اليوم نرى أن هناك توتر كبير ونتمنى أن نحصل على أن نتوصل إلى اتفاقية بين الأطراف حتى تتم الانتخابات الفرلمانية في ليبيا وبالنسبة لهذا الموضوع من المهم أن يكون هنا تعاون بين كل الأطراف الكبيرة التي تهتم بليبيا ومصر دولة مهمة للغاية ومهمة للتعاون والتبادل الأراء حتى نصل إلى حل إيجابي لقضية ليبيا وهذا أيضا سيسب في حل قضية الهجرة غير الشرعية نحن نعرف أن مصر تقوم بأنشطة قوية جدا لمنع الهجرة غير الشرعية ولكن ما زال هناك بعض الممرات لهذه الهجرة فنحن كما قلت نحن مستعدون لترحيب المهاجرين الشرعيين من مصر ونحن تحدثنا عن طرق تدريب المهاجرين الشرعيين حتى على المستوى الجامعية على مستوى الجامعات الدراسات العليا كما أن هناك بعض تحدثنا عن احتمالات أن يأتي الطلاب من الدول غير الأوروبية إلى إيطاليا للدراسة في الجامعات الإيطالية كما تحدثنا اليوم لوقت طويل عن الأوضاع الاقتصادية وطرق التعاون على المستوى الاقتصادي في شتة المجالات من وجه النظر على المجال الطاقة وأيضا في المجال الصناعي والزراعي أيضا نحن مستعدون على تنظيم ملتقى الرجال العمل حتى تأتي الرجال العمل الإيطاليين بمعارفهم لتقديمها إلى الرجال العمل المصريين حتى يتعاونوا معا ويبحثون في طرق التعاون الجديدة معا إذن التعاون بيننا في غية الأهمية في هذه اللحظة كما تحدثنا أيضا عن الوضع المؤقد في أوكرانيا وتحدثنا خاصة عن قضية الأمن الغذائي لأن إذا لم وصل القمح إلى الكثير من البلدين فهناك سيزيد خطر الهجرة غير الشرعية إذن هناك رؤية مشتركة في ضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائي حتى نضمن أن كل أنواع الحبوب الغذائية مثل القمح والأنواع الأخرى تصل إلى كل البلدان حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الهجرة غير الشرعية أما بالنسبة للشرق الأوسط والبر المتوسط نتحدث عن البر المتوسط الموسع نريد جميعا الاستقرار الاستقرار يعني السلام يعني إيجاد حلول للكثير من المشاكل ويعني النمو الاقتصادي كما يعني التعاون وقلت وأكدت إلى الوزير شكري أن بالنسبة لإيطاليا الحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو واضح جدا هناك شعبين هناك دولتين شعبين ودولتين ونحن نتمنى أن نصل إلى تحقيق هذا الهدف حتى تتمكن هذين الشعبين بالتعايش السلمي وبالاعتراف بعضهم البعض وكما صباح اليوم تسنى لي الفرصة لزيارة الكثيرية القبطية التي كانت منذ سنوات قد خضعت لهجوم إرهابي واستمعت بالكثير من الاهتمام إلى ما قالوا المصريين الأقباط من المصريين وكيف أنهم يرون في الرئيس عبدالفتح السيسي وفي الحكومة ضمان لهم جميعا وكما أنهم قدروا جدا مشاركة الرئيس عبدالفتح السيسي إلى احتفال عيد الميلاد المسيح وهذا بالنسبة لنا رسالة إيجابية جدا بالنسبة لضمان الحرية حرية الدين فأثناء المباحثات تحدثنا أيضا عن قضية مهمة جدا في إيطاليا قضية رجاني وفاتريك زاكي وطلبت مزيد من التعاون من الطرف المصري في هذين القضيتين والرئيس الفتاح السيسي والوزير سامح شكري أكدوا لي أن مصر مستعدة لإزالة الحواجز التي قد تعرقل هذين القضيتين إذن حتى هذه القضيتين كانت في مركز جدول الأعمال في المباحثات اليوم لم يكن هناك أي مشكلة من الطرف المصري أن يتناول معنا هذين القضيتين والمصر يعني تنوي لإيجاد حل ولإزالة كل الحواجز التي تعرقل حل هذين القضيتين شكرا جزيلا جراسيا ميلا سأمدخل سؤالين لكل وزير أخذ ممثل التلفزيون الإيطالي راي فتل مكروفون من فضلك غير ليوناردو زورة مرسل رأي القاهرة سبع الخير الوزير ما معنا شبكة اللقاءات التي تقوم بها إيطاليا في الدول الإفريقية متى تتوقعون أنت عن يحدث في المستقبل ما هي توقعات إيطاليا من هذه اللقاءات إيطاليا تريد أن تكون بطل للسلام والأمن والاستقرار في البحر المتوسط وتريد أن تعزز الإعلاقات مع كل الدول البحر المتوسط حتى يرجع يعود البحر المتوسط إلى أن يكون مقبرة للمهاجرين بل بحر للسلام حتى تنمو فيه على علاقات السلمية والمصالح المشتركة لكل الأطراف ثم نريد أن نحقق أن نستطيع بالفعل أن نعزز الإعلاقة والروابط التي دائما كانت موجودة بين بلدين تحدث رئيسة الحكومة عن خطة أوروبية كبيرة ستكون فيها الدور الإيطالي مهم جدا ولكن نحن نريد أن نؤسس مركز للطاقة في أوروبا يكون قائمة على العلاقات مع الدول المتوسطية المهتمة بهذا المجال وبالتالي هذا سيسوب معنا في قضية الهجرة غير الشرعية لأنها ستوقف هذه الهجرة وتنشط الهجرة الشرعية إذن إيطاليا لها دور في البحر المتوسط حتى يكون متحاور نشيط مستعد وجاهز لإيجاد الحلول التي ستساهم في النمو الاقتصادي وإلى إيجاد حل للهجرة غير الشرعية وحتى إلى حل مسألة الطاقة مع آني ومع عديد من الشركات الإيطالية والوكالات الإيطالية سوف تكون كل هذه الوكالات سوف يكون لها دور في حل قضية الطاقة التي انفجرت في اللون الأخيرة ودور الشركة الإيطالية فيصالي فهذا يعتبر من أهداف الحوار بين إيطاليا ودول البحر المتوسط وشمال إفريقيا هو السعي للاستقرار الاقتصادي والسلام لو هناك سلام واستقرار فهناك نمو عسل من الأهرام مساء الخير سؤالي لمعالي وزير الخارجية سامح شكري هاني عسل من الأهرام خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك بعض التطورات بالنسبة للقضية الفلسطينية رأينا حكومة إسرائيلية جديدة بعض أعضاءها بتتبنى أصوات متشددة تعارض موضوع حل الدولتين أيضا رأينا إجراءات إسرائيلية على الأرض ضد الشعب الفلسطيني وأيضا كانت اتصال بين حضرتك وبين وزير خجال إسرائيلي الجديد إيلي كوهين يعني عايزين نعرف من سياداتكم استراتيجية الدولة المصرية في الفترة المقبلة تجاه دعم الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية شكرا 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 جزيلا مصر دائما دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني دعمها للتوافق الدولي ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس مبدأ حل الدولتين ونستمر في العمل مع كافة الأطراف سواء كان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة السلطة الوطنية الفلسطينية الشركاء الدوليين لتعزيز فرص السلام لإطلاق عملية تفاوضية ومصار يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعصمتها القدس الشرقية بما يلبي طموحات وأمال وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ويؤدي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وتنعم كافة شعوب المنطقة بالأمان والسلم وتستطيع أن تستفيد من مناخ الاستقرار والسلم لتحقيق طموحاتها التنموية والاقتصادية عقدة القاهرة القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية لدعم التوجه نحو تحقيق السلام نحو التنصيق الوثيق فيما بين مصر والأردن وفلسطين لمحاولة دفع الأمور قدما وتأكيد عدم ملاءمة اتخاذ الحكومة الإسرائيلية لأي إجراءات إحادية من شأنها أن تقود فرص السلام أو أن تؤدي إلى مزيد من التوتر والأعمال التي قد تؤدي إلى فقد الأرواح والتشاح نستمر في إطار اتصالاتنا مع الحكومة الإسرائيلية في توصيل رسائل بأمية وجود الأفاق السياسي أمية اعتماد حل الدولتين عدم اتخاذ الإجراءات أي إجراءات إحادية سواء فيما يتعلق بالقدس أو المسجد الأقصى الحفاظ على الوضع التاريخي القائم وأيضاً في الأراضي الفلسطينية الامتناع عن أي عمال استفزازية تؤدي إلى التوتر نحن نسعى إلى السلام ومصر كانت الرائدة في توجه نحو السلام ونتطلع إلى فتح الأفاق لتعاون فيما بين كافة دول المنطقة في إطار تحقيق الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني ونستمر في تنسيقنا وفي تعاوننا وفي دفعنا لمبدأ السلام حتى نصل إلى تحقيق الاستقرار بالمنطقة ونتعاون في ذلك مع الدول الصديقة مثل إيطاليا والاتحاد الأوروبي والشركاء في الولايات المتحدة لتحقيق هذه الأداف لأنها هو المصاري الوحيد الذي يحقق ليس فقط استقرار المنطقة ولكن الاستقرار الدولي كذلك شكراً سؤال للجانب الإيطالي أدولفو وكالة تنبائي الإيطالية أنسا الفضل منيستر أجاب فرونتات ما الوزير الإيطالية تحدث عن هذه القضية ولكن أريد أن أسمع رأيه مرة أخرى ما هي التوقعات العقاة الثنائية بين مصر وإيطاليا في ظل الدور الكبير الذي تعلعبه مصر كملتقى للطاقة في البحر المتوسط أنا متفائل جداً وأعتقد أن مصر عليها أن تصبح أحد المتحورين الأساسيين بالنسبة لإيطاليا في البحر المتوسط إيطاليا تطلع إلى أن تكون ملتقى للطاقة وفي هذه القضية هناك رؤى مشتركة كثيرة بين إيطاليا ومصر كما كان هناك بالفعل زيارات ما بين مصر وإيطاليا هناك وجود كبير للصناع الإيطالية في مصر في مجال الطاقة وأظن أن علينا القيام بالمزيد لأن قضية الطاقة بلغة الأهمية في هذه اللحظة نحن الدولة الثانية الدولة الصناعية الثانية على مستوى أوروبا فإذا هناك كلما زادت وجود الشركات الإيطالية والصناعات الإيطالية في البحر المتوسط كلما الدور إيطاليا يصبح أهم ويصبح أهم مهم في حل مشكلة الطاقة وعلينا أن نقوم باتفاقيات مع هذه الدول التي قد تكون دول مصدرة للطاقة ومصر إحدى هذه الدول ونتعاون مع مصر حتى نجد حلا أيضا حل كما يقولون حلا يكسب فيه كل الأطراف حلا يرضي كل الأطراف ومن هذه وقت النظر أنا متفاعل جدا سؤال أخير أستاذ محمد وكاريد أنباء الشرخ الأوسط أتفضل محمد مساء الخير سيدة الوزير سؤالي موجه لمعالي الوزير سامح شكري على ضوء كون إيطاليا هي الشريك الأول في الاتحاد الأوروبي مع مصر والرابع على مستوى العالم هل تطرقت نقاشاتكم اليوم إلى مقترحات محددة لزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر وإقامة شراكات اقتصادية بين الجانبين الشراكات اقتصادية ممكن تكون جديدة حتى يمكن أن تساعد الجانبين على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية اللي احنا شايفينها في العالم شكراً بالتأكيد تم خلال مباحثاتنا التطرق بشكل موسع لأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إن حجم التبادل التجاري بلغ خمسة مليار دولار وهو مؤهل للزيادة لطبيعة الاقتصاد الإيطالي واعتماده على الصناعة الصغيرة والمتوسطة يتواكب مع أيضاً الخدرات المصرية هناك مجالات عديدة مثل النقل الزراعة الطاقة سواء كانت طاقة تقليدية أو جديدة أو متجددة كلها تؤشر إلى فرص لمزيد من التعاون ومزيد من المصلحة المشتركة للجانبين نحن نسعى لأن نكون كما عاهدنا دائماً شريك يعتد به في المتوسط العلاقات مع إيطاليا علاقات عميقة هناك فهم مشترك لكل مننا لثقافة مشتركة تجمعنا بحكم التاريخ الطويل واتفقنا على العمل في إطار تعزيز التعاون فيما بين القطاعين الخاصين من خلال منتدى يُعهد في القاهرة للشركات الإيطالية لاستكشاف فرص الاستثمار أيضاً نأمل لتفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي كل ذلك من شأنه أن يزيد من رقعة التعاون والتبادل بيننا ونستفيد خاصةً من توسع مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ووجود مصر في دائرة غاز الشرق البحر المتوسط ومنتدى غاز شرق البحر المتوسط تؤهلها بأن تكون شريك لإيطاليا لموفاتها وغيرها من الدول الأوروبية بإحتياجاتهم من التقافي لوقت الراهن شكراً جزيلاً شكراً شكراً جزيلاً